السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج العذراء لغاية الساعة 24 و29 دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لبرج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة 25 و28 دقيقة من بعد عصر يوم الخميس بتوقيت جرانتش القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 24 و29 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش أو منفجر هذا اليوم بتوقيت جرانتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي وبما أن القمر رح يظل موجود في برج العذراء لغاية ساعات صباح معناته منظل على طبيعتنا الجادة بظل الاهتمام بصحتنا ممكن مراقبة غذاءنا أو ممارسة رياضة أو حتى الاشتراك بنادي أو المحافظة على وزننا معنا بيذهب للعمل بحيوية ونركز في جميع التفاصيل من دقيق بهالشي نكون منظمين جداً والفترة هاي نادراً أنه يكون فيه أشخاص بيقدموا أي دعم إن كان مالي أو عاطفي لأنه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر وبارضو بتكونوا حذرين من الوهم والوسواس أكثر في هاي الفترة من الآن وحتى ساعة الصباح وبظلها فترة للأشخاص اللي بيحاولوا أنهم يقلعوا عن التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات وبإمكاننا البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ما قبل خلو المسار ساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش وبينتهي الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بانتقل وبيستقر في برج الميزان عشان هيك بتصير فترة أفضل من الأيام الماضية لأنه هنا بتصير فترة عاطفية أكثر وجيدة لتقوية الرابط العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي كان فيها بعض التوتر في الفترة الماضية بنكون نشطين أكثر اجتماعيين من ميلة الاسترخاء والتعمل وبيكون الحب الرمانسي واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة إنها تلعب دور في علاقة جديدة يعني لسه فيها أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة إن ننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضاً إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً من الآن وحتى ساعات الصباح أن البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية هاي الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية خلال الأيام القادمة بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الميزان من ساعات الصباح إذن خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيفدأ ساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة بعد العصر وبينتهي الساعة خمسة وثمانية وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج أما بالنسبة لها عمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره الآن ستة وعشرين يوم الساعة اثناش وثمانية وخمسين دقيقة بعد منتصف هاي الليلة من نبدأ باليوم السبعة وعشرين نسبة الإضاءة نهاية اليوم بتكون للقمر ستة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر الآن موجود بالعذراء ولكنه رح ينتقل للميزان ورح يظل موجود في الميزان ليوم واحد وثلاثين عشرة سعيد الآن بنسبة خمسة عش في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعة الظهر منتحس بنسبة عشرة في المية ساعة المساء سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في العقرب حتى يوم 12 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في السرطان حتى يوم 14-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعبالكم تنتبهوا بشكل جيد لا أعمالكم ولا صحتكم وعلاقاتكم مع زملائكم بالعمل وحاول إنك تراقب صحتك بشكل جيد أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة بسوء التفاهم أو خلاف ما بينك وبين شركائك إن كان هذا شركاء عمل أو شركاء عاطفة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاضروا القطيعة والدعاوى القانونية بهاي الفترة لأنه خصمكم قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم من الآن وحتى ساعات الصباح وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي ولو التواصل مع المحيط ومع الأحبة وخصوصا مع الأبناء أجواء جيدة بتظلهم رفقيتك لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بتكون تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لا العمل وقت إضافي خلال هذا اليوم حاذر أيضا من المشاكل الصحية وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية لغاية ساعات الصباح وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن ممكن شوي هيك يصير فيه سوء تفاهم أو ممكن يطرأ حدث عائلي أو منزلي أو مع أحد أفراد العائلة ضبط العصاب مطلوب وما تنتقد أقرب الناس لا إلك أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء واعد العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن وحتى ساعات الصباح بتكونوا أكثر وعيا على طرقات خاصة في الترقلات أو سفرياتكم داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي نقاش حاد مع أخ أو جار وبسجل لكم يعني في هاي الساعات ممكن يكون فيه لقاء مهم أو اتصال مفيد أو خبر أنت بتنتظره صحيح بظلك نشط وعند قدرة على الإقناع والحوار والنقاش ولكن خلي كلامك واضح واضبط أعصابك أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم وممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعاً بتظل الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي هي المسيطرة من الآن وحتى ساعة الصباح منكم أشخاص ممكن يحصلوا على مكاسب بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن بتخففوا من النفقات قدر المستطاع وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالتنقلات السفريات الاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار تكثر النشاطات على حسب تخصصك وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنه اليوم ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بظل فيه عندك ثقة بالنفس أكثر قدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأدائك وهذه فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة أو عمل جديد أو علاقة جديدة طبعا هذا الأمر رح يظل في فرص لغاية ساعات الصباح بهذا الاتجاه أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بصير الفرص على مستوى المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنه خلال هذا اليوم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقارب أو حبيب وما تبالغوا بمصارفكم كونوا معتدلين وموضوعين موضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتطلب منكم هذا الوقت من الآن وحتى ساعات الصباح يعني ما زال بده بعض الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأنه التعب بظل مسيطرة عليكم بتفكر في إلغاء المواعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة أضبط أعصابك قدر الإمكان من الإنفعال والعصبية أما من ساعات الصباح وما بعد بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل في نشاط على المستوى الاجتماعي وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن حاول أنك تستغل الوقت وتنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الصباح حاول أنك ما تبقى وحيد سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك من ساعات الصباح بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب لا توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد وما تتخذ قرارات حاسمة لأنها فترة فارغة من الحض حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح برضو بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل بتضل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن حاولوا قدر الإمكان ما تغامروا وما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم وتجنبوا التصرفات الارتجالية بدك تركز وتراجع نفسك وتراجع أي خطوة قبل ما تبادر فيها أما من ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء خلال هذا اليوم بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم وما تستسلموا بل كرروا المحاولات ومنكم أشخاص ممكن ينشطوا اجتماعيا أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الجدي من نسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل النشاط بالسفريات والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللي عنده امتحان أو مقابلة من الآن وحتى ساعة الصباح بده يركز بشكل جيد رغم أنه الأجواء جيدة للامتحانات إلا أنه بتطلب بعض الحذر يعني عندك طاقة عندك اندفاع عندك حماسة ورح يتركوا أجمل الانطباعات عنك أما من ساعات الصباح وما بعد وهنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن اليوم تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة من الآن وحتى ساعات الصباح ممكن تتفحصوا حساب مالي مشترك بنك ضريبة تأمين ميراث أو يعني حاولوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كن مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتنى عن فرض الرأي أو التسلط به أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشغلوا في مساء تتعلق بسفر أو اتصال بعيد وهذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن بعضكم يبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقشوا بقوة وذكاء وبتجروا على رفض أي شيء ما بناسبكم لا تخشوا شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم من الآن وحتى ساعة الصباح برضو حول قاسم مشترك بيجمعكم بشركاتكم سواء بالعمل أو العاطفي أو ما بين الأزواج وحاولوا تظلوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم ونسق بين مختلف الواجبات وحافظ على هدوءك الكامل أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية حاولوا أن ما تهملوا أيضا صحتكم وما توقعوا على أوراق أو معاملات دون مراجعتها تصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم مش إنك ما تتكاسل بل سارع في العمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء